هلوو يا هنباكا في خبر وحش هنا في امريكا وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن عنده كورونا لسا ادوبك من شوية سين ان اعلنتها الرجل الاصمراني ده عنده كورونا هو صحيح واخدت ثلاثة لقاحات لقاح ثلاث مرات ومش هيجلاه حاجة صحيحة المشكلة بقى انه يوم الثلاثة اللي فات من خمس ايام بالضبط كان مجتمع مع بايدن في البيت الابيض وعشان يحس بالكورونا النهاردة ممكن تكون عنده من اسبوع فحاليا في البيت الابيض اكيد طبعا بيعملوا تحليلات لبايدن لكن ما فيش اخبار سين ان لحد اللحظة دي ما قالتش انا قادوا قدام التلفزيون ما قالتش اذا كان بايدن عمل تحليل ولا لا او وضع ايه لكن الحاجة اللي تخوف ان لو بايدن الله لا يقدر جاله كورونا مش هيتحملها الرجل سنه كبير وصحته مش كويسة ولو ما كملش الترمي بتاعه طاملة هاريس اللي هي نائبة بتاعته اكيد مش هتنجح ولو الجمهوريين مسكوا البلد الاربع سين اللي جايين هيدماروا البلد يعني ربنا هو الواحد اللي انقذ امريكا من ترامب لان ترامب كان عاوز يعمل انقلاب عسكري يوم ستة يناير السنة اللي فاتت لما حصل هجوم على الكونغرس ده كله بتاسيس من ترامب يعني ترامب كان عاوز يعمل انقلاب عسكري ترامب بعت البلدجية بتوعه ولو شلت بلدجية مافيا هنا في امريكا برضو فيها جماعة بلدجية زي جماعة الاخوان وترامب هو الزعيم بتاعه بعدهم يوم ستة يناير علشان يدمروا الكونغرس ويقتلوا جميع اعضاء الكونغرس جميع اعضاء الكونغرس يعني حتى علقوا مشنقة برا قدام المبنى الكونغرس والمشنقة دي عايزين يشنو فيها نائب الرئيس تخيل يعني وكانوا عاملين يعملوا صياحات هناش نائب الرئيس كان فيه تحقيقات بيحصل دلوقتي في الموضوع ده ويقولوا ان ترامب هيطلع متورد تورد كويس اول حد دلوقت التحقيق بيقولوا ان ترامب غلطان في انه ما قامش بشغله لانه كان قاعد بيتفرج على التلفزيون وشايف الناس البلدجية بتوعه بيهجمه وما قال لهمش هتهجمهوش كان هو اللي قال لهم هجمو يعني اللي كان المفروض ان البلدجية دول لو كانوا مسكوا اعضاء البرلمان كله كان قتلوهم كلهم يعني ترامب كان بعيدهم عشان يقتلوا اعضاء البرلمان الكونجرس والسنة وبعد كده هو يحط الجيش في الشارع ويعمل انقلاب عسكري ويبقى ترامب ملك لامريكا مدى الحياة وتحصل بقى حرب اهلية داخلية وامريكا تتضمر ده كان مخطط ترامب تدمير امريكا وده كان هيحصل يوم 6 يناير لكن الحاجة اللي ما ما يعرفهش هو ان مبنى الكونجرس ده فيه مخابق سرية في مخابق سرية فالكونجرس قدر يستخبه في اخر لحظات يهرب ويدارع يعني الحاجة التانية اللي كان ترامب اقايله للبلطوية بتوعه يولعهم يولعوا في مبنى البرلمان ولكن العيال رفضوا قالوا احنا مش هنولع في مبنى البرلمان ليه لان قالوا ان المبنى البرلمان ده بتاعهم هم ملكهم هم لان البرلمان مبنى ملك الدولة فاحنا ليه هنولع في حاجة ممتلكتنا لكن التعليمات كان انهم يقتلوا الكونجرس ويلعوا في مبنى البرلمان فلما ما قتلوش الكونجرس قالوا احنا ليه نولع في مبنى البرلمان لان ده ملكنا ما نولعش في حاجة ملكنا هو ده السبب ان ربنا سطرها يوم 6 هناير وامريكا ما تضمرتش لان كان فعلا مخطط ترامب بتدمير امريكا تدمير امريكا تمام وبيسألوه الناس تعمل كده ليه يقول امريكا بتعمل بلاو في دول العالم كتير يعني اللي بتعمله في دول العالم قالها مرة في الاجتماعات قال ان امريكا عاملة مشاكل في كل دول العالم يعني بنتين بيعوض بيخلص ان امريكا عاملته في العالم بيعمله في امريكا ده خيانة عظمة يعني لو التحقيقات دي لو الشهود شهدهم وكل واحد قال الحقيقة هتلاقي ترامب عامل خيانة عظمة لكن المشكلة ان فيه ناس مش عايزين يقوله الحقيقة فيه ناس كتير القريبين منه هيعرضوا نفسهم للسجن ومشيقول الحقيقة يعني ترامب يمكن صحيحا هيدمر امريكا ولكن المشكلة انك هتطلع الصين يعني هو ترامب يعني الصين مش مصلحة للعالم كله يعني فيه ناس بيحسبوها غلط يقولك امريكا تدمر امريكا بس مهل امريكا تدمرت الصين هتطلع وانتو فاكرينها ايه ده ده وجود امريكا هو اللي كاتم الصين المهم خليك يعني هنشوف حكاية صحة اه وزير الدفاع ده هيعمل ايه وربنا نصر ما يكونش بايدن جارله حاجة انا حبي تعرفكم الخبر ده لاني بلاحظ ان في القنوات في السوشيال ميديا كل الاخبار اللي بتحصل في امريكا بلاقي فيه ناس حطينها في القنوات فقل لي نفسي الاخبار ده انا سمعها قدام مني وبهتمش احطها في القنوات ولاقي ناس غير يحطينها مع ان انا اول واحد بسمعها يعني اخبار كتيرة لقيتها عن امريكا موجودة في قنوات اليوتيوب عندي ناس في حين انها باهتم شعر ده ده اخبار دي لانها اخبار امريكانية فايه اللي يهم المصريين والعرب باخبار امريكا ولكن لما لقيت ان فيه ناس بيعرضوا اخبار امريكا ويعرضوها متأخر كمان لان دلوقتي الناس في مصر نايمة ساعة دلوقتي ستة بالليل الناس في مصر نايمة ستنشر اتنشر بالليل في مصر يعني على ما يعرفوا الخبر ده لازم يصحهم النوم على ما يعرفوا الخبر فانا عارف الخبر قبلهم بعلال ثمان ساعات من باب اولى طالما في ناس بتحب تسمع اخبار امريكا اقول هل هم انا بقى وخلاص المهم لو حصل اي حاجة تطورات بالنسبة للوزير الدفاع ولا جوب بايدن هعرفكم على طول وبالنسبة للناس اللي ما تعرفش مين هوا وزير الدفاع هحطل قصرته دلوقتي هي دي الصورة بتاعته